اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية بيلة الفينايل كيتون مقدمة النبيلة الفينايل كيتونية او PKU مرض وراثي يؤدي الى الاعاقة الذهنية ما لم تتم معالجته في مرحلة مبكرة من الحمر يعتبر هذا المرض من الامراض النادرة الا انه اكثر شيوعا عند الاشخاص الذين ينحدرون من شمال اوروبا او من هم من سكان امريكا الاصليين يتم فحص الاطفال من الاصابة بهذا المرض بعد الولادة مباشرة يتبع المصابون بهذا المرض نظاما غذائيا خاصا وقد يتعرضون للاعاقة الذهنية اذا لم يخضعوا للعلاج سوف يشرح هذا البرنامج التلقيفي مرض بيلة فينايل كيتونية واسبابه واعراضه وتشخيصه وطرق علاجه ما هو مرض بيلة فينايل كيتونية يحتاج الجسم الى البروتينات للنمو وبناء الخلايا الجديدة وترميم الانسجة تتألف البروتينات من 20 نوعا من الجزئات المركبة تدعى الأحماض الأمينية يحصل الجسم على البروتينات من اللحم والبيض السمك الحليب الفاصلياء المكسرات يقوم الجسم بتحليل البروتينات الى أحماض أمينية يتخلص الجسم من الأحماض الأمينية التي لا يحتاجها بتكسيرها وإخراجها عبر البول إن الفينايل الألنين هو واحد من تلك الأحماض الأمينية الذي يعجز المصابون ببيلة فينايل كيتونية عن تحويله فيتراكم في الدم يؤثر هذا التراكم على الخلايا العصبية مما يؤدي الى تلف في الدماغ ومن ثم الى الاعاقة الذهنية الأعراض يتصرف الأطفال المصابون بالمرض كغيرهم من الأطفال في الأشهر الأولى من العمر بين الشهر الثالث والسادس من العمر يفقد الأطفال المصابون الاهتمام بالأشياء إذا لم تتم معالجتهم حين يبلغ الأطفال المصابون بالمرض السنة الأولى من العمر تظهر عليهم بوضوح مؤشرات عدم اكتمالي النمو يتعرض الأطفال المصابون ببيلة فينايل كيتونية والذين لم تتم معالجتهم إلى تلف في الأحصاب والدماغ يمكن ان تؤدي بيلة فينايل كيتونية إلى تراكم الفينايل الألنين في نفس وبول وعرق الطفل إذا لم تعالج يمكن ان يؤدي هذا إلى رائحة فم كريهة أو جفاف البشرة والطفح الجلدي أو التشنجات غالبا ما يعاني الأطفال المصابون بالمرض من صغري الرأس يحول الجسم حمض الفينايل الألنين إلى مادة التيروسين التي تنتج الميلانين يمنح الميلانين البشرة والعينين لونا قاتما لذا عادة ما نجد أن بشرة الأطفال المصابين بالمرض فاتحة وأعينهم زرقاء اللون نظرا لعجز أجسامهم عن تحويل الفينايل الألنين إلى تيروسين إن المشاكل التي يسببها مرض بيلة فينايل كيتونية نادرة لحسن الحظ حيث يتم تشخيص المرض ومعالجته مبكرا لدى معظم الأطفال المصابين برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الأسباب إن هذا المرض وراثي وهذا يعني أن الأطفال يرثونه عن الوالدين ولكن ذلك لا يعني أن عدم إصابة الوالدين لن تؤدي إلى إصابة الأطفال بالمرض يملك كل إنسان آلاف الجينات تتحكم الجينات ببناء الجسم لمواد معينة كما تتحكم الجينات بالشكل الخارجي وصحة الإنسان لكل إنسان 23 زوجا من الكروموسومات وتوجد الجينات على هذه الكروموسومات يوجد الجين الخاص بمرض بيلة فينايل كيتونية على الكروموسوم الثاني عشر يصنع الجين الموجود على الكروموسوم الثاني عشر بروتين PAH الذي يساعد الجسم على تحويل الفينايل الألنين إلى تايروسين قد يكون جين PAH سليم وقد يكون محتل يدعى الجين السليم P capital والمحتل أو الذي لا يعمل بشكل طبيعي P small لكل شخص جينا PAH نحصل على واحدة من الأم وأخرى من الأب إذا كانت الجينتين معتلتين أي P small يولد الطفل مصابا بالمرض يعتبر الجين السليم P capital أقوى من المعتل P small لذا لا تظهر أي أعراض للمرض على من يحمل جين P capital واحد على الأقل لا يصاب من يحمل جيني P capital P capital بالمرض أبدا لا يصاب من يحمل جيني P capital P small بالمرض ولكنه يسمى بحامل P KU لأنه يحمل جين معتل P small يعتبر من يحمل جيني P small P small مصابا بالمرض يمنح كل من الوالدين الجنين جين واحد يحتوي على إحدى خصائصهما التكوينية لكل سمة يحملها طفلهما يحصل الطفل على جين عشوائي من كل من الأب والأم إذا كان لدى الوالدين جيني P capital P capital فلن يصاب الطفل بالمرض لأنهما يمنحانه جين P A H واحد فقط إذا كان لدى الوالدين جيني P small P small فسيولد الطفل مصابا بالمرض حتما لأنه حصل على جين P small واحدة من كل من الأبي والأم إذا كان لدى أحد الوالدين جيني P capital P capital وكان لدى الآخر جيني P capital P small فستكون نسبة احتمال حصول الطفل على جيني P capital P small 50% بما أن P capital P small هو حامل للمرض فإن هذا الطفل لن يظهر أي أعراض P K U يمنح الوالد الذي يحمل جيني P capital P capital جين P capital السليم دائما إذا كان الوالدين يحملان جينتي P capital P small فسيكون احتمال إصابة الطفل بالمرض واحدا من أربعة وسيكون احتمال كونه حامل المرض اثنين من أربعة والجدير بالذكر أن احتمال الإصابة يتكرر كلما أنجب الوالدان طفلا جديدا أي إذا كان احتمال الإصابة لدى الطفل الأول 25% فالنسبة لدى باقي الأطفال ستكون 25% أيضا تقوم معظم المستشفيات بفحص الطفل من الإصابة بالمرض خبل مغادرة المستشفى يتم الحصول على بضع قطرات من دم الطفل عبر وخزه بإبرة في باطني القدم يتم فحص الدم للتحري عن بيلة في نايكيتونية بالإضافة إلى أمراض وراثية أخرى إذا تم إجراء الفحص بعد ولادة الطفل بأربعة وعشرون ساعة فإنه يعتبر دقيقا من الشائع للأم والرضيع مغادرة المستشفى بعد الولادة بوقت قصير وهذا يجعل من الضروري إجراء الفحص قبل أن يبلغ الطفل 24 ساعة من العمر وفي هذا الحال يوصي مقدم الرعاية الصحية عادة بإجراء الفحص مرة أخرى عندما يبلغ الطفل من العمر أسبوع إلى أسبوعين يجب فحص الأطفال الذين يولدون في المنزل أو خارج المستشفى أيضا للتأكد من عدم إصابتهم ببيلة في نايكيتونية أو غيرها من الأمراض المعالجة يمكن تفادي الإصابة بالإعاقة الذهنية إذا أخضع الطفل للعلاج خلال الأيام العشر الأولى من عمره أما العلاج فهو نظام غذائي خاص يتبعه الطفل مدى الحياة يحتوي على نسبة قليلة من الفينايل ألانين يحافظ النظام الغذائي على انخفاض نسبة الفينايل ألانين في الدم بين 2 إلى 6 ميلي جرام لكل ديسيلتر يحتاج الطفل المصاب إلى نسبة قليلة من الفينايل ألانين كي ينمو بشكل طبيعي في البداية يحصل الطفل على تركيبة حليب مخصصة تحتوي على البوتين وليس الفينايل ألانين يمكن للطفل الحصول على القليل من حليب الأم أو حليب الأطفال العادي يحدد أخصائي التغذية الكمية المناسبة للطفل يمكن للطفل المصاب البدء بتناول الأطعمة الصلبة في السن المعتاد كغيره من الأطفال إلا أن الطعام يجب أن يحتوي على نسبة قليلة من الفينايل ألانين يمكن للطفل تناول أنواع معينة من الخضار والفاكهة والحبوب التي تحتوي على نسبة قليلة من الفينايل ألانين ولكن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين غير مصموح بها بما أن البروتين ضروري جدا للنمو يحتاج الطفل إلى تناول التركيبة المناسبة من الحليب الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين ونسبة قليلة من الفينايل ألانين أو لا يحتوي على الفينايل ألانين بكاتا يمنع مرضى بيلة فينايل كيتونية عن تناول المشروبات المخصصة للحمية أو الأطعمة التي تحتوي على الأسبارتم وهو محل صناعي يحتوي على الفينايل ألانين يسمى هذا المحل عادة نيوترا سويت أو إيكول ينبغي على مرضى بيلة فينايل كيتونية التردد على المراكز الصحية أو العيادات المخصصة لعلاج بيلة فينايل كيتونية باستمرار يختلف النظام الغذائي من مريض إلى آخر وفقا لكمية الفينايل الألانين التي يمكن لأجسامهم تحملها والسن والوزن وعوامل أخرى يجب على مرضى بيلة فينايل كيتونية فحص مستوى الفينايل الألانين في الدم بانتظام يعدل النظام الغذائي وفقا لمستوى الفينايل الألانين في الدم يجب فحص دم الأطفال بانتظام خلال السنة الأولى من العمر أما في سنوات الطفولة التالية فلن يحتاج إلى إجرائها بنفس التكرار يجب على مرضى بيلة فينايل كيتونية اتباع نظام غذائي خاص في سنوات الطفولة والمراهقة كما يوصى باتباع النظام الغذائي مدى الحياة بالإضافة إلى اتباع النظام الغذائي وافقت منظمة إدارة الأغذية والأدوية على دواء يساعد في تحليل الفينايل الألانين وهذا الدواء هو كيوفان وهو يساعد بعض المرضى في تخفيض نسبة الفينايل الألانين لا يكون الدواء فعالا لوحده لمعالجة بيلة فينايل كيتونية حيث يحتاج المرضى لمواصلة اتباع النظام الغذائي الخاص الذي تم ذكره آنفا وسيبقى من الضروري إجراء فحوص الدم لفحص نسبة الفينايل الألانين بيلة فينايل كيتونية الأمومية هناك بعض النساء التي تمت معالجتهن بنجاح من بيلة فينايل كيتونية توقف معظمهن عن اتباع نظامهم الغذائي الخاص منذ الطفولة وذلك لأن مقدم الرعاية الصحية كانوا يظنون أن هذا أمر آمن في ذلك الوقت بما أن هؤلاء النساء يتناولن نظاما غذائيا طبيعيا فإن نسبة الفينايل الألانين في دمهن تكون مرتفعة وإذا حملت المرأة فإن المستوى المرتفع من الفينايل الألانين في دم الأم تكون سيئة بالنسبة للجنين في 90% من الحالات تقريبا يكون لدى الطفل إعاقة ذهنية في حال كان لدى الأم مستوى مرتفع من الفينايل الألانين أحيانا يكون لدى الطفل رأس صغير أيضا وعيوب قلبية ووزن منخفض عند الولادة وملامح وجه مميزة إن النظام الغذائي الخاص ببيلة فينايل كيتونية بعد الولادة لا يساعد في علاج الضرر الدماغي الناتج عن ارتفاع نسبة الفينايل الألانين لدى الأم أثناء الحمل لا يكون الضرر الدماغي الناتج عن بيلة فينايل كيتونية الولادية قابلا للعلاج بعد الولادة يمكن تلافي الضرر الدماغي الناتج عن ارتفاع نسب الفينايل الألانين لدى الأم على الأم أن تعاود اتباع النظام الغذائي الخاص ثلاثة أشهر على الأقل قبل حدوث الحمل كما أن عليها أن تواصل اتباع هذا النظام الغذائي الخاص أثناء الحمل تستطيع النساء المصابات بيلة فينايل كيتونية أن ينجبن أطفال أصحاء وذلك بالسيطرة على نسب الفينايل الألانين تحتاج الأم الحامل إلى فحوص دم كل أسبوع للتأكد من أن مستويات الفينايل الألانين ليست مرتفعة وإذا كانت مرتفعة فمن المعلوم أن مستويات الفينايل الألانين لدى الجنين تعادل واحد ونصف عما تكون عليه لدى الأم إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة بيلة الفينايل كيتونية هو مرض وراثي يمكن أن يؤدي إلى الإعاقة الذهنية ما لم تتم معالجته في مرحلة مبكرة من الحياة يحتاج الجسم إلى البروتينات للنمو وبناء الخلايا الجديدة وترميم الأنسجة يقوم الجسم بتحويل البروتينات إلى أحماض أمينية يتخلص الجسم من الأحماض الأمينية التي لا يحتاجها بتكسيرها وإخراجها عبر البول إن الفينايل الألنين هو واحد من تلك الأحماض الأمينية يعجز المصابون ببيلة فينايل كيتونية عن تحليل الفينايل الألنين وإذا لم يتم تحليل الفينايل الألنين فإنه يتراكم في الدم يؤثر هذا التراكم على الخلايا العصبية مما يؤدي إلى تلف في الدماغ ومن ثم إلى الإعاقة الذهنية يتصرف الأطفال المصابون بالمرض كغيرهم من الأطفال في الأشهر القيلة الأولى من العمر بين الشهر الثالث والسادس من العمر يفقد الأطفال المصابون الاهتمام بالأشياء إذا لم تتم معالجتهم يتعرض الأطفال المصابون ببيلة فينايل كيتونية والذين لم تتم معالجتهم إلى تلف في الأعصاب والدماغ يمكن أن تؤدي بيلة فينايل كيتونية إلى تراكم الفينايل الألنين في نفس وبول وعرق الطفل إذا لم تعالج يمكن أن يؤدي هذا إلى رائحة فم كريهة أو جفاف البشرة والطفح الجلدي أو التشنجات إن هذا المرض وراثي وهذا يعني أن الأطفال يمكن أن يرثونه عن الوالدين ولكن ذلك لا يعني أن عدم إصابة الوالدين لم تؤدي إلى إصابة الأطفال بالمرض يمكن تفادي الإصابة بالإعاقة الذهنية إذا أخضع الطفل للعلاج خلال الأيام العشرة الأولى من عمره أما العلاج فهو نظام غذائي خاص يتبعه الطفل مدى الحياة يحتوي على نسبة قليلة من الفينايل الألنين ينبغي على مرض بيلة فينايل كيتونية التردد على المراكز الصحية أو العيادات المخصصة لعلاج بيلة فينايل كيتونية باستمرار يختلف النظام الغذائي من مريض إلى آخر وفقا لكمية الفينايل الألنين التي يمكن لأجسامهم التحملها والسن والوزن وعوامل أخرى شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين